على الصعيد الرسمي التقى وكيل محافظة المهرة لشؤون شباب بدر كيلشات إدارة منتدى الطالب المهري لمناقشة أوضاعه وأبرز الصعوبات التي تواجه الطلاب في مسيرتهم التعليمية واستمع كيلشات من إدارة المنتدى إلى التحديات التي تواجه الطلاب والطالبات الدارسين في كليات المحافظة فيما استعرض رئيس المنتدى طارق أبو زيد جانبا من أنشطة المنتدى والجهود التي يبذلها في سياق مهامه بالإضافة إلى العوائق التي تواجه الطلاب والطالبات القادمين من المديريات لاستكمال الدراسة الجامعية في مدينة الغيضة إلى ذلك أشهد وكيل محافظة المهرة لشؤون شباب بدر كيلشات بملتقى شباب اليمن وأنشطة مؤكدا أن السلطة المحلية ستقدم كل التسهيلات والإمكانات المتاحة حال عقد مؤتمر الملتقى في المهرة وقال رئيس ملتقى شباب اليمن خالد المقرعي إن الملتقى سوف يولي شباب المهرة مزيدا من الاهتمام وسيقدم الكثير من الأنشطة والدورات وورش العمل التي ستساهم في رفع الوعي وتأهيل الشباب هذا وكرم رئيس ملتقى شباب اليمن خالد المقرعي وكيل المحافظة لشؤون الشباب بدر كيلشات إزاء تعاونه المستمر مع الملتقى ودعمه لأنشطة الشباب واجتماعنا مع شباب ملتقى اليمن بعد إنهاء ورشة العمل التي قاموا بها للتحضير لمؤتمر شباب اليمن الذي كان قبل يومين في محافظة المعرى بمشاركة تجميق الشباب المديريات التسع لمحافظة المعرى وإن شاء الله ستكون محافظة المعرى مستعدة لإحتضان مثل هذه المؤتمر للشباب وأيضا هناك مبادرات للشباب في دعم المكاتب التنفيذية للسلطة المحلية سندعم مثل هذه المبادرات وسنكون عونة لهؤلاء الشباب ترجمة نانسي قنقر